السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا بنات عاملين ايه مهمهات ويا رب تكونوا بخير المرات دي مفاجأة ان شاء الله بإذن الله حصريا على قناة فيها حكا حلوة حتة محل تحفة جدا جدا لكل اللي طلبت مننا طلب مهم يعرفة نفسها جبتلكم المحل ده ما كانو في مدينة نصر اسمه هوبل المحل ده يا جماعة كنزل لايفنع لأي ست ولأي بنت ولأي أنسة المحل ده عامل مهرجانه بلا هو عشرين جنيه الرجات هناك عنده وعمل الشورجيل وعمل السبريهات وعمل المخمرية وطبعا شي لو طبعا لما بيستخدمه منتجت شي تمام المحل ده يا جماعة ما كانو في مدينة نصر في مكرم عبيت عند سيتي سنتر الدور الأول رقمه زيرو تلات وحايد أربع أربعات تمانية ستة سبعة تمام وعندهم فرع تاني في جنينا مول في عباس العقاد الفرع تابرده لو في ناس أكيد طبعا سكامة دي تنصر عرفينه كويس جدا أنا حبيت أصور لكم عنده عنده طبعا اللي ما يعرفش هوبل ده محل متخصص في الأكسسوريس كل أنواع الأكسسوريس تمام وكمان يعني حاطت كمان من ضمن الأكسسوريس شنط صغيرة حريمي كده بس طحفة جدا وعنده كمان المانيكير زي ما أنتوا شايفين وعنده الشارجل والسبريهات والمعطرات والكلام ده عنده حاجات كتيرة جدا على فكرة أنا من كتر ما همدح فيه مش أخلص حق وعمل عروض طحفة جدا وهو أصلا على طول بيعمل عروض هو أصلا أصلا سعره رخيس جدا زي ما أنتوا شايفين وعلى طول بيعمل عروض اللي كانت بتسألني علشان أجيب لهم مكان الأكسسوريس والميكوب أو يا ست عملنا لك الفيديو هو مخصوص ليجي وكل بنيوتة بتدورة على مكان أكسسوري حلو وكمان مكان للشاورجل والمخمرية والمعطرات والمكان طحفة جدا جدا وسهل جدا أنكم تروحوه بالمترو إزاي ما عرفش أنا بركب من ألف مسكن لحد ما أكرم عبيد بروح له سهل جدا لكن أنا بالمتروهات ما عرفش بصراحة إزاي يعني ما عرفش فبصوا بقى بصوا لعادة أركز لكم على الأسعار اتنين مانيكير بخمساشرة جنيه الضوافر بعشرة جنيه الضوافر دي دي ضوافر على فكرة عشان الناس اللي هتسأل المدور ده الدوافر عدد اتنين مانيكير بعشرة جنيه بخمساشرة جنيه تمام وعنده على فكرة المانيكير يالو الناس اللي بتحط المانيكيره يعرفها الأنواع يعني مانيكير يالو ده أو ده مكتوب أو ده تمام هتلاقوا بها عشان أربع بيحطوش أصلا بمانيكير عشان الصلاة فمعرفش في أنواحه بس يعني عندي خلفية بسيطة فحاولت تصور لك على قد مقدر يعني العينات اللي موجودة نيك وأسعارها إيه وعملت تخطية كاملة عن المحل اللي موجودة عنده بالتفاصيل عنده محافظ ده أسيتون الأسيتون هو كمان عنده محافظ وعنده كمان المناديل المبللة أو اللي هي دي بعشرة جنيه اللي هو السناس اللي فيها شراشيب دي بعشرة جنيه على فكرة أرخص محل في مصر في مصر كلها على الإطلاق حتى أرخص من محلات اتنين ونص نفسها محلات اتنين ونص نفسها هتلاقوا آه عندها طبعا هتلاقوا آه بس مش هتلاقوا بنفس الجودة ومش هتلاقوا كمان بنفس الاستيلات اللي عند محل هبلة هبلة ده يعني اتميز برخص سعره واتميز بالتشكيلة الكتير للإستيلات اللي عنده تناسب كل أزواء البنات اللي عايز يجيب له خطبته يجيب من هنا واللي عايز تجيب له صحبتها تجيب من هنا واللي عايز تجيب لمومتها تجيب من هنا عنده خلخال وعنده أنسيالات وعنده زي ما أنتوا شايفين كليهات وعنده محافظ صويرة وعنده تيوك بناتي تحفة جدا 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 وعنده الشنط اللي فوق دي ميتين جنيه أي شنطة من فوق اللي بترتر والكبيرة دي اللي بتلمع بميتين جنيه بس فيها شغلة عالية يعني فيها بروبرو يعني اللي يشتريها يقولها نشاري يعني تكاليف بينا يا رب الفيديو يعجبكو ويا رب كل بنوة كانت بتدورة على الأكسيسوريس وميكاب ومخمرية للجسم وعطور والكلام ده يا رب يعجبكو المكان ويعجبكو الأسعار وتدعو لنا كده معاكو في رمضان وفي كل وقت وما تنسوناش باللايك للفيديو وطبعا نشير لكل البنات اللي عندوكو على الواتساب وعلى الفيز بعد إذنوكو عشان يوصل المعلومة لكل واحدة محتاجة حاجة زي كده ودلع على خير كفاعله واحنا محتاجين يا جماعة بفيديوهات يعني اللي أول مرة يتفرج عليها على القناة فيها حاجة حلوة محتاجين نوصل لخمسة وخمسين مليون مصري ومصرية اللي تعملين في حياتهم محتاجين نجيب أماكن حلوة محتاجين نجيب أسعار رخيصة محتاجين نجيب حاجات فيها مصدقية الساعة دي بخمسة وسبعين جيني هنزلها لكم وما تقلوش أنا مسبت لكوش حاجة في المحلة اللي ما صورتها على فكرة أنا بحط الحاجات بعد جده في المنتدى بتاع القناة بكتب بتناقش معاكم بقول لكم وإيه رأيكم في الفيديو وإيه رأيكم محتاجين إيه اللي راح مكان وصوق يعني عجبوا فعلا للحاجات ولا ما عجبتوش يجي يقول لي بتكلم على طول في المنتدى فبعد إذنكم اللي ما يعرفش المنتدى واللي ما يعرفش حاجة اسمها قوائم التشغيل اللي أنا مصنفة لكم كل مجموعة من الفيديوهات كتبالكم الفيديوهات اللي فيها اللي أنا عملتها اللي عملتها على الأطفالي والحريمي والرجالي الكتشهات واللانجري وإزاي تقسي مقاساتك في اللانجري وإزاي تقسي مقاساتك في الأنضرات واللبس وعملت لكم كمان فيديوهات عن تخفضات الجزم وعملت لكم البلارينا والشنط الحريمي وعملت لكم كمان فيديوهات عن اللهم صلى على سيدنا محمد الأماكن اللي تجيبوا منها اللانجري من فين وعملت لكم كمان فيديوهات عن العبيات السودة تجيبوها أماكنها من فن وعملتلكم فيديوهات والله أنا عملت كتير الأطفالي تجيبوه من فن يا ريت يا جماعي يدخلوا على قوائم التشغيل هحط لكم الحاجات دي في آخر الفيديو هحط لكم الحاجات دي في آخر الفيديو إزاي اللي أنتو تدخلوا على القوائم التشغيل مكانها من فن بالزبط هدخلكوا عليها وإزاي تدخلوا على المنتدى هدخلكوا برضو عليه عشان تبصوا على قوائم التشغيل وتبصوا وتختاروا على طول دي المنزلات المكيش دي مناديل القطن بمزلات المكيش كانت بخمستاشر جنيه تقريبا هقول تاني المكان المكان في سيتي سنتر مكرم عبيد مدينة نصر أول مكرم عبيد أول ما تنزل أخدوا أي حاجة نزلكوا الأول مكرم وتمشوا حاجة بوسيطة بعد سينابل لقدام هتلاقوا المحل في الدور الأول هتطلعوا طبعا بتسلم المتحرك في الدور الأول هتلاقوا المحل غبلا ما يتوهش خالص هتلاقوا في الشيكو أول ما تطلع من السلم رقم تليفونه 0-3-4-4-8-6-7 هقوله تاني مكرم عبيد مدينة نصر المول سيتي سنتر المتدور الأول محل غبلا 0-3-4-4-4-4-4-8-6-7 تمام وأحطولكم في آخر الفيديو أشرح لكم إزاي تدخلوا على قوائم التشجيل عشان تختاروا العنوان اللي انتو عايزين ودي بـ 25 جنيه الكليهات دي كل الكليهات دي بـ 25 جنيه في أي مكان تاني في أي مول تاني عارفين هتلاقوا بكم بـ 150 جنيه و 250 جنيه انتم متخيلين متخيلين من مدى الفضاء والجحود اللي بقى في قلوب الناس اللي بقى يعني تبيعي اللي حاجة بعشرة أضعفها هعمل لكم تخطية كمان يعني في مناطق مختلفة الحاجات اللي زي كده بربع تمنها ومش هتصدقوا الناس اللي سألتنا بقى عن الفيديوهات اللي على الميليات هتكون في مفاجأة فضيعة على الأقمشة والميليات والستير وهعمل لكم بقى إن أنا عملت فيديو على السجاجيد هنزل لكم فيديوهات تانية على السجاجيد والسجاجيد الخيامية مش هتصدقوا هصدمكوا صدمة فضيعة في الأسعار وفي الجودة وفي الخامة هتقول اللي طلبة منكم انتم تقدروا تعبي وتقدروا المجهود ده اللي أنا بقى عبله لكم وتعب القناة وعايزين كلمة حلوة في القناة وتشجيع واللي يروح يقول اللي أنا تابع القناة يقول لصاحب المحل هتلاقوه قاعدة على الكشير يقول اللي أنا تابع القناة واللي أنا جيت من القناة عشان يعرفوا ويتواصلوا معنا وكمان نعرف العروض اللي عندهم ويتواصلوا معنا على طول ان احنا نيجي نصور ونبقى احنا اللي عندنا السابق بإذن الله تعالى ويا ريت لو سمحتوا تقولوا رأيكم في الفيديوهات اللي كانت قبل كده عندي على المنتدى تدخلوا وتكتبوا على المنتدى رأيكم وفي الكومنتات تكتبوا رأيكم وتكتبوا اللي انتم محتاجين وإيه ويا ربنا سهل ربنا يعين بإذن الله خلال الأسبوع ده نكون مخلاصين نكونوا طلباتكم عشان خاطر نفوق لبقية الطلبات المهمة اللي في الصيف على فكرة يا جماعة انا وظيفتي الحقيقة اصلا ارشاد سياحي وحجزات سياحية ووظيفتي الحقيقة تمام بس دي انا هوية بعملها وحبا في يعني فعلى الخير وحبا في الناس وانا واحدة من الناس كنت بضغط وكنت بطحن عشان اجيب الحاجة الرخيصة من فين واجيب الحاجة الحلوة من فين وكنت بدخل على القنوات وكانوا بيزلون عشان يقولون لنا المعلومة من فين نشتري ومن فين يردوا علينا وكانش حد ولا بيرد في الكومنتات ولا حتى حتى يعني بيدي المعلومة بما يرضي الله ولا حتى بيوفر لنا أرقام انا كل اللي انا عانيت منه في حياتي انا بحاول اللي انا ازبطه لكم وعمله لكم بشكل ايجابي ويا رب يكون يعجبكم بوفر لكم أرقام تلفونات وعنوان وبكتب لكم في أول كومنت على عنوان الفيديو من فين بالزبط ورقم التلفونات المحل في عنوان الفيديو وبدخل في المنتدى وبكتب لكم برضو وبتناقش معاكم أظن أكتر من كده مجهود مش هتلاقوا قناة في الدنيا بتعمل كده لأن أنا عارفة ده لأن أنا مشتركة في قناة كتير جدا وبتفرج على شغلهم وبصراحة ما بيعجبنيش لأن بيزلوا الناس في العنوين وبيزلوا الناس وبيزلونا على الأسعار الرخيصة طب منين طب يا جماعة طب لها فرع تاني لساعات بتلاقي المحل على فكرة اللي هي صورت وبيبقى لها فرع تاني بس هيا ما بتقولش أو ما بتعرفش المعلومة فأنا قبل ما بصور بقول لكم لأ فيها فرعين أو تلاتة وبوفر لكم العنوان وبوفر لكم أرقام التلفونات فياريت تقدروا مجهودنا وتقدروا ده وتقدروا تعب وشاء السنين اللي احنا عشناه عشان نوفر لكم علومات مختصرة توفر عليكم فلوس وتوفر عليكم وقت وجودة وتوفر عليكم للاهم من ده وكل صحتكم لأن الصحة أمانة والصحة كان زلايافنا والصحة تاجة على رؤوس الأصحاء فلو سمحتوا بعد قصدوكم ما تستخسروش فينا ولا تبخلوا علينا بالشير للقناة للكل اللي محتاج حتى لو انتوش عايزين تشتركوا ولما عجبهاش الفيديو بعد ما شافته ما فيش مش أي مشكلة يعني على راسنا ونورتينا بس على أقلم ما تبخليش بالمعلومة لغيرك للخير حتى اعتبرها صدق أجاري عنك تمام فأتمنى يكونوا الفيديو عجبكم بسوا كل الرجات وكل أنواح الرجات وانا كنت بركز جدا على الأسعار وكنت عشان الناس اللي هتوعد تقول لي الحاجة دي بكم وكم وكم انا طبعا مش مخي يعني اكيد مش هيبقى دفتر هيحفز كل الأسعار فكنت بركز لكم على اللوح اللي هم كانوا كاتبين عليها والحاجة لما بقى ليه عليها عاملة فلاش برجعت انا صورها المخمرية ايه بخمسة وتلاتين جنيه كان راحتها تحفة جدا اهي فاللي هتشتري الحاجات من ايناك هتتعيلي لان في كل هو ما شاء الله مغطي لكم يعني مغطي لكم كل الألوان وكل الأسعار وانا عملت تصوير بطيء على كل حاجة انتوا هتحتاجواها في الميكوب اهي وهصور لكم كل ما اروح مكان هلاقي في فرصة حلوة وهو مكان حلو محترم ويستاهل فعلا انا هصوره لكم بعشرين جنيه اللي هو الفزلين دم الجزال ده بعشرين جنيه بيبيعوا الفرشة هناك بعشرة جنيه اللي هي السفينج المط السفينج المط بتاعت البودر فاونديشن بعشرة جنيه هناك عنده السيليكم بتلاتين جنيه الفرش دي بس انا لقيتها في المترو بصراحة المترو الأنفق البيعية اللي بيطلعوا بيبيعوها 15 جنيه فممكن ما تشتريهاش من عنده لو حبيت وتشتريها من أي واحدة بتبيع في المترو لو انت بيتيجي من المترو تمام اللي هي بقى عارفة المكان ده يتجلوا بالمترو من فين وتركبوا ايه بعد كده ياريت تردي على اخواتك البنات اللي يجي اسأله في الكومنتات عشان انا ما عنديش خلفية والله المترو الأنفق بيوصل من فين وبييجي من فين اللي انا عارفه ألف مسكن من مقربزات مقرب عبيد بتنزلك بالزبط عند مقرب عبيد بتتمشي بالزبط خمس دقايق بتكوني هناك بتقولي له نزلني أول مقرب تمام كل طبعا سكانة عن شمس وألف مسكن الحمية والمطارية عارفين يوصلوا ازاي الباقي بقى والله العظيم ما عرف موصلاتكم ايه لان انا اكيد مش سكنة عندك عشان اعرف يعني انا سكنة في ألف مسكن فانا ما عرفش انا ما عرفش يعني موصلات عندك وفيرت اللي تعرف يعني تتابع اختها وترد وترد وتفيدها بالمعلومة وتروحوا سوا اتفقوا مع بعض في المنتدى كل واحدة قريبة من منطقة التانية او في نفس المنطقة اتفقوا مع بعض وروحوا سوا وتسلوا بعض روحوا سوا وسلوا بعض بدل ما كل واحدة تروح لوحدها خدوا رأي بعض حتى يعني اللي بتشتري هناك وبتحب دايما تاخد رأينا طب روحوا سوا وخدوا رأي بعض واكتبوا في المنتدى تمام وروحوا سوا وخدوا رأي بعض البراية دي كانت بعشرة جنيه البراية بتاعت بتاعت اللي إليما الروج يا رب يكونوا الفيديو عجبكم وفيديوهاتي كلها جتعجبكم ومحتوى القناة فعلا يكون قد رسالته قد مهميته المصدقية من ناحية اين من ناحية ارخص سعر وأجود وأجود أجود حاجة وأجمل حاجة وأجود السيلوت اللي عايز أي حاجة من ناحية السفر ومن ناحية السياحة ياريت يكلمني في كومنتات هقول لكم أرخص والرحلات وأفضل الأسعار اللي طالها وهقول لكم أفضل الفنادق اللي انتوا تروحوها الجودة فيها بتبقى عاملة ازاي بزداد من ناحية الأكل والراحة والنظافة دي أكتر حاجة هتخموكوا هناك ومن ناحية مطروح ودهب وشرم الشيخ والغرداء واسكندرية هرشح لكم أماكن توحفة جدا وأسعارك وويسة جدا وتواصلوا معي وهقدر رشح لكم الوقت اللي تطلعوا فيه كويس وهرشح لكم كمان الحجز السحلة هيكون عامل كام معاكم لو بالطيران لو في المناطق زي شرم الشيخ والغرداء أو الدهب وهقول لكم كمان لو ملجر الطيران البصة يبقى عامل كام تابعوا معايا على المنتدى وهحط لكم الشكل المنتدى وهحط لكم قوائم التشغيل هتدوسوا عليها من فين عشان يظهر لكم ويا رب بإذن الله مجهود يعجبكم ويا رب معاكم نوصل للخمسة وخمسين مليون مصري ومصري التعبنين والمضوطين في حياتهم لكل بنوتة صغيرة وكل شاب عايز يجيب له خطبته هدايا لكل أم ولكل أب عايزين يهادوا أولادهم لكل أم اللي في ساها تهادي أختها وبناتها لكل بنت عايزة تهادي مومتها وصاحبتها وتهادي نفسها تستحقوا مليون خير يا مصريين وتستحقوا على التعب اللي احنا منتعبه وعلى الشق اللي احنا شقيانينه وعلى قمة التحمل اللي احنا فيه احنا فعلا فرعنا احنا فعلا احنا اللي علمنا الأجيال احنا فعلا هنفضل طول عمرنا أسياد الحضارة وإحنا هنفضل طول عمرنا حضارتنا هتتكلم عننا وأخلاقنا هتتكلم عننا واللي بيتكلم على المصريين برة سواء في الدول العربية أو في غيرها إن المصريين فيهم وفيهم وفيهم عايز أقول لكم إن كل بلد فيها السيء وفيها الحلو ياللي بتتكلم إنت سواء إنت من أنهي بلد عموما زي ما عندك الحلوة عندك في بلدك عندك برضو الزفت في بلدك تمام إحنا برضو عندنا كده عندنا الحلوة عندنا وحش ياريت ما نحكمش على كل بلد سواء عربية أو أوروبية بأي حد أنتوا تعاملتوا معاه شوفوا الجانب المليان اللي فيه وشوفوا الجانب الحلو اللي فيه وتعاملوا معاه على كده وإنسوا السيء إن إحنا مش عايشين في الجنة إحنا عايشين في الدنيا طبيعي جدا أي مكان هتروحوه هتلاقوا في الحاجة الوحشة والحاجة الحلوة حتى قناتي هتلاقوا فيها برضو الحاجة الحلوة اللي هتعجبكو وهتلاقوا فيها برضو اللي مش هيعجبكو فياريت إحنا كمصريين نتعاون مع بعض نخلي صورتنا أفضل نتعاون مع بعض على الحسنة نتعاون مع بعض زي مربنا سبحانه وتعالى وأمرنا والرسل وجميع الأديان أمرونا بالصدق أو المعروف وأمرونا بالنهي على المنكر وأمرونا بمساعدة الناس لأن من الآخر يعني أنفع الناس أحسن الناس وأنفعهم للناس والدال على الخير كفاعله تمام ده جير كده كمان اللي أنا عايز أقوله لكم أنه الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم على حديث مهم جدا وسيرة مهمة جدا ألا وهي اللي هيدخل الجنة الجنة سبع أبوايب طبعا تمام من ضمن الباب الجنة اللي أنا بقى دايما بقى أمر الناس يعني أو برشح لهم يدعو بيها باب الأيمن باب الأيمن ده الشهر المعلومة دي لسه أعرفها من قريب مش من سنين دايما بحب أرشحها وأقولها لله عشان أفدهم واتبقى صادقة جارية عن روحي باب الأيمن ده يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى اختص في أمة من الأمم من سيدنا محمد الأمم دي لما يعني بإذن الله يوم الحساب ويوم العرض ما بتوقفش يعني قدام ربنا سبحانه وتعالى ما عندهش ولا صابق حساب ولا عذاب بيقوم من قبورهم على الجنة على طول الباب ده اسمه الباب الأيمن يختص به ربنا سبحانه وتعالى فئة من عباد الصالحين يختص بيها من كل أمة ومن كل عصر الأمة دي اللي بتدخل بباب الأيمن ولا عليهم حساب سابق ولا بيقفوا على الصراط المستقيم ولا بيقفوا اليوم العرض ولا يوم الحشر يعني بيخرجوا من القبر على الجنة على طول نسأل الله سبحانه وتعالى أنا وإياكم باب الأيمن حاولوا يا جماعة دايما تطلبوها في صلاتكم يا رب دخلني باب الأيمن يا رب اردعني يا رب رضاكا والجنة يا رب قربني من كل قول وعمل يدخليني جنتك براحمتك وما تعالدتش يعني عليك اليوم الصحف يا رب يعني ما دخلش يوم الحشر يا رب يعني أخرجني من القبر للجنة من باب الأيمن أدخلني من باب الأيمن باب الأيمن يا جماعة أوصيكم به أوصيكم به اليوم أنت بعصون باب الأيمن يا جماعة كل سنة وانتم طيبين وربنا يتقبل مننا ومنكم صالح الاعمال يا رب ولا ملحقش صدقته يا رت يا تصدق الاولى الناس اللي انتم تتصدقوا بيوم اهلكم اهلكم يا جماعة هم اولى بالشفعة اولى بالشفعة اولى بالصدقة يعني لو انتم فعلا قردتوا القرآن وفي صورة البكرة اليتامة والمكربون والمساكين وابن السبيل والمحرق طبعا اللي هم وفي الرقاب تمام والعاملين عليها يا جماعة الناس من اهلكم هم اللي اولى بالمعروف شوفي اختك محتاجة ايه وهاتلها شوفي اخوك وشوفي امك وابوك وشوفي صحابك صحابك المقربين وشوفي جرانك وبعد كده فقري اللي ان ربنا هو اللي وصب كده قالها الاقربون اولى بالمعروف واول حاجة قالها هو الاقربون فيا جماعة الاقربون مهما كانوا اعمل الباب الايمن وما تبستش خالص اللي عملوه فيك يا ست اللي عملوه فيك ربنا هيجازيهم في الدنيا وفي الاخرى باللي عملوه لكن خليك مع ربنا وخليك دايما لاخرتك واعملي الجنتك وخلي اللي يعمل يعمل وطول ما انت مع ربنا هم هيتجازوا باللي عملوه وما تتعبيش دماغك بقيلة وقال وركز في مستقبلك وركز في عبادتك مع الله سبحانه وتعالى وما لكيش ضعب حد لاني صدقيني لو قاعدتي تركز في قيلة وقال 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 وإيه وما قالوش إيه اقسم بالله ما هتتقدمي خطوة في حياتك وهتجيبن نفسك السكر والضغط والمرض ومش هتستفيد لانك انت خسرت وقت وصحة وخسرت دينك لاني قعدت تفكري في حاجات تنتقمي فيها منهم من جر أي داعي كبر دماغك وقل حسبي الله ونعمل وكل في اليوم ألف ومئة مرة وكل ما ديك صدرك سبح واصبر واسجد لله وإلي مع ربنا وعمره ما بينضم أبدا لحد وعمره إن شاء الله سبحانه وتعالى هينصره وكان حقا علينا نصر المؤمنين المؤمنين مش المسلمين لأن الإنسان المؤمن بالله ومؤمن بقدرته على الخلق وعلى الخير وأن هو يجيب له حقه ساعتها ربنا هينصره لكن مش هينصر الإنسان المسلم أبدا المسلم مش بيتنصر الإنسان المؤمن بس مش عشان انت مسلم ربنا هينصرك ما انت ممكن تبقى مسلم وابن ستين كلب بس المؤمن بس هو ربنا اللي بينصره المؤمن بإيه بخير قدر وشره ومؤمن بالحلال والحرام ومؤمن بكل ما أنزله من الرسل والمؤمنين ومؤمن بالنسبة للناس اللي عايزة تجيب فيديوهات معينة عن الأطفالي أو الحريمي وكده تدخولي على الصفحة الرئاسية من القناة هتدوسي على حاجة اسمها في شريط الأحبر اللي فوق دي قوائم التشغيل قوائم التشغيل دي هتتفتح لك هيجيب لك كل الفيديوهات اللي أنا عملتها ومسمية كل فيديو باسمه ملابس اللانجري الجنة الحريمي كل ما يخص الرجال إزاي تعرفي تخذي مقاساتك ودوسي على الفيديو اللي نسبك فيه حاجة تانية اسمها المنتدر اللي أنا معلمة عليها بالأسود دي شات ادخلك تبيلي اللي أنت عايزة واللي أنت محتاجة ورأيك في القناة وبتناقش فيه كل يوم